وبقرار من سيد رئيس الجمهورية كلفت سوني القاز بإنجاز هذه العملية بتركيب كل هذا الكواشف لمونوكسيد الكربون وللحد من هذه الآفة الخطيرة التي أودت بحياة أكثر من ثلاثمائة وخمستاش يعني حصينا ثلاثمائة وخمستاش وفات لحد الآن رحمهم الله فهذه العملية تدخل في حد من هذه الآفة سوني القاز أحصت عدد المساكن كما تعلمون أن تزود سوني القاز 11 مليون و 200 ألف ساكن مسكن بالكهرباء ومن خلال هذا الإحصاء يعني حوالي إذا وضعنا 2 كشفين في كل منزل يعني عدد 22 مليون كشف لازم نوفرهم في الحين فوضعت سوني القاز خطة لتأقلم مع هذا الأمر المستعجل لأنكم تعرفوا في فترة هذا الشتاء يكثر الاستعمال الغاز الطبيعي وكذلك الحوادث ما زالت حتى الأمس شاهدنا حادثين لو لا تدخل الحمد لله الفرق الحماية المدنية في الوقت اللازم لا شاهدنا وفاية أخرى فالحمد لله بلضف بنا وكان تدخل سريع وكذلك للحماية المدنية أنقذت هذه الشخصين فلهذا العملية ستكون مستعجلة ستكون في الفترة القصيرة سوني القاز ستدير مناقصة لإقتناء حوالي 6 ملايين أو 5 ملايين 6 ملايين من هذا الجهاز ولكن المواصلة راح تكون مع تصنيع المواصلة يعني العملية من بعد راح تكون مع تصنيع الأولوية راح تكون في المناطق التي شاهدنا فيها حوادث كثيرة فتبدأ سوني القاز إن شاء الله ومعنا رئيس مدير عامل سوني القاز ووضعنا هذه الخطة باش نبدأوا في العملية في شهر فيفريين إن شاء الله اشتركوا في القناة